موسيقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته دقائق إخبارية أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد محمد العليمي اليوم القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية شاو تشينغ وثمن الرئيس العليمي الموقف الصيني الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية وحقه في استعادة مؤسسة الدولة والأمن والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني من جهته نقل السفير تشينغ تهاني الرئيس تشي جين بينغ لمجلس القيادة الرئاسي والشعب اليمني بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية اليمنية بحث اللواء سلطان بن علي العرادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع السفير الأمريكي لدى بلادنا ستيفن فاغين آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الملف اليمني والمساعي المبذولة لحل الأزمة اليمنية وإنهاء المأساة الإنسانية التي سببتها ميليشيا الحوثية الإرهابية وجدد اللواء العرادة التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل والمستدام القائم على الثوابت الوطنية والمرجعيات الأساسية لحل الأزمة اليمنية المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا من جانبه جدد السفير الأمريكي موقف بلاده الداعم لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه حذر المرصد اليمني للألغام من خطورة العبوات الحوثية المموهة على حياة المدنيين بالحديدة وقال المرصد اليمني للألغام في بيان إن جماعة الحوثي قامت بزراعة عبوات مموهة على شكل حجر محشوة بمواد شديدة الانفجار تعمل بتقنيات متعددة حيث يمكن أن تنفجر عن طريق الدواسة أو التحكم عن بعد أو عن طريق الكاميرا الحرارية المزودة بها بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم مع الأمين العام لمجلس دول التعاون الخارجي جاسم البداوي تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والتحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها الحكومة وجدد البداوي موقف مجلس التعاون الخارجي الثابت في دعم مجلس القيادة الرئاسي وحكومته الشرعية وحرصهم على وحدة واستقرار اليمن ودعمهم لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهدفة إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام أشهد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعر بتضحيات وصمود الصحفيين المحررين من سجون ميليشيا الحوثي أمام عن جهية ووحشية ميليشيا الحوثي الكهنوتية الرافضة لحرية الكلمة والرأي واستمع وزير الدفاع خلال استقباله اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن إلى الصحفيين المحررين من سجون ميليشيا الانقلاب الحوثي استمع إلى الانتهاكات التي يتعرض لها في سجون ميليشيا الانقلاب مشيرا إلى أن الدورة المهم للصحفيين المحررين هو كشف جرائم وانتهاكات وفضح ميليشيا الانقلاب التي تنتهيك مختلف الأعراف والقوانين المحلية والدولية أكدت اللجنة الأمنية في محافظة تعزن ميليشيا الحوثي مستمرة في حشودها المسلحة والقصف واستهداف الأحياء السكنية والمواقع العسكرية وعدم اكترافها بالجهود الدولية الإقليمية لتحقيق السلام مشيرا إلى أن أبطال الجيش بجاهزية كاملة للتصدي لهذه الميليشيا الغادرة والإرهابية وعقدت اللجنة الأمنية في اجتماعها اليوم الخميس برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي وحضور أركان حرب محور تعزي العسكرية العميد عبدالعزيز المجيدي وقادة الألوية العسكرية والأجهزة الأمنية بالمحافظة لمناقشة الأوضاع والمستجدات الأمنية والعسكرية بالمحافظة وفي الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن الليوار ركن عبدالقريم الصبر أكد المخلافي على ضرورة تكامل الجهود بين الأجهزة الأمنية والمحور لاستكمال معركة التحرير وتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز هيبة الدولة ومحاربة كافة المظاهر وفي مقدمتها تنظيم حمل السلاح وضبط المطلوبين أمنيا وتقديمهم للعدالة من جانبه استعرض أركان حرب محور تعزيز تقريرا عن الأوضاع العسكرية في الجبهات والتضحيات والبطولات التي يسطرها أفراد الجيش الوطني في التصدي لهجمات ميليشيا الحوثي وتكبيدها خسائر كبيرة كما استعرض مدير شرطة المحافظة العميد منصور الأكهلي تقريرا مفصلا عن الأوضاع الأمنية والجهود التي تبدلها الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن وضبط عدد من المطلوبين شيع المئات من أبناء محافظتي الجوف وعمران إلى مقبرة الشهداء بمارب جثمان الشهيد المقدم زكريا يحيى الوركي ركن إمداد اللواء 197 مشاء التابع للمنطقة العسكرية السادسة والذي ارتقى شهيدا في جبهات هويشان شرق محافظة الجوف في مواجهة ميليشيا الإرهاب وخلال التشييع عشد رفاق درب الشهيد ببطولاته وتضحياته التي اجترحها في ميادين العزة والكرامة مؤكدين المضي في درب الشهداء حتى استرداد كل شبر في الجمهورية من فلول ميليشيا التمرد والانقلاب أقام محور تعزي العسكري حفل تخرج لعدد من منتسبيه ودشن عددا من الدورات التدريبية والتأهيلية التخصصية تزامنا مع العيد الوطني الثالث والثلاثين للوحدة اليمنية وفي حفل التدشين ألقى وكيل أول محافظة تعزي الدكتور عبدالقوي المخلافي كلمة أشاد فيها بدور المحور والمركز التدريبي على تنظيم هذا الحفل الخاص بتخرج واستقبال العديد من الدورات قالت منظمة سام للحقوق والحريات أن ميليشيا الحوثية الإرهابية فجرت أكثر من 700 منزل منذ بداية الصراع في اليمن وعشارت سام إلى تفجير الميليشيا الأحد الماضي منزل المواطن عبدالسيف أحمد الواقع في قرية الكدمة بمديرية مقبنة وعفادت منظمة سام أن هذه الجرائم تستوجب تحركا جنائيا عاجلا ضد مرتكبيها وتقديمهم للقضاء الدولي نظير ما اقترفوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف أن 6 ملايين طفل يمني يواجهون خطر المجاعة وأوضح مكتب المنظمة ببروكسيل في تغريدة على تويتر بأن ما يقارب من 6 ملايين طفل في اليمن على بعد خطوة واحدة من المجاعة وبأنهم في حاجة ماسة إلى دعم عاجل وأكدت اليونسيف أنه حان الوقت لتكثيف الالتزامات مع الشركاء الأوروبيين لتقديم الإغاثة المنقذة للحياة والدعم نفذت نيابة استيناف محافظة المهراء حكم الإعدام بحق شخصين على ذمة قضايا جنائية في ساحة السجن المركزي بمدينة الغيظة وقال رئيس نيابة استيناف المهراء القاضي إبراهيم محمد زين بأن عملية الإعدام التي نفذت جاءت بعد مصادقة المحكمة العليا واستجابة لمطالبات أولياء الدم بتنفيذ الحكم وأشار إلى أن تنفيذ أحكام القصاص جاءت بعد توقف عملية الإعدام بالمحافظة منذ قرابة عشرين عاما بسبب تأخر المصادقة عليها من الرئاسة وتعطيل بعض دوائر القضاء أعلنت شرطة محافظة تعز مساء أمس مصرع أحد المطلوبين أمنيا وإصابة مدير قسم وعدد من الجنود والمواطنين وسط المدينة وقال مركز الإعلام الأمني بأن المطلوب أمنيا المدعو مطيع دماج لقي مصرعه مساء الأربعاء بعد أن أقدم على رمي قنبلة على مدير قسم شرطة الجديري وأفراد القسم في شارع جمال نفذت منظمة مدرسة السلام بمحافظة تعز بازارا لمنتجات وحرف محلية كصناعة البخور والمعجنات وبعض من الحرفي كالكوافير والتصوير وغيرها في مدينة التربة يأتي هذا البازار بعد أن تم السهداف 45 امرأة من فئات المجتمع المضيف والمهمشات والنازحات وذوي الاحتياجات الخاصة ويهدف المشروع إلى تمكين النساء والاعتماد الذاتي لإعالة أسرهن حيث يساعد هذا البازار الذي يستمر لثلاثة أيام من ترويج وتسويق للمنتجات أقامت نيابة رئاسة جامعة إقليم سبأ لشؤون الطلاب ندوة بعنوان كيف تختار تخصصك الجامعي بهدف توجيه الطلاب لاختيار تخصصاتهم الدراسية وفقا لرغباتهم وميولهم وما يتنسب مع سوق العمل وقدمت الندوة عرضا تعريفيا بكليات الجامعة وتخصصتها المختلفة في المجالات العلمية والإدارية والإنسانية لإتاحة المجال لجميع الطلاب من مختلف المحافظات اليمنية بحقهم في التعليم الذي كفله لهم الدستور والقانون تأتي الندوة تزامنا مع فتحباب التسجيل والقبول للعام الجامعي الجديد في ظل إقبال متزايد على التسجيل في الجامعة في تخصصاتها المختلفة افتتح محافظ محافظة المهراء محمد علي ياسر ورئيس جامعة المهراء دكتور أنور محمد كلشات المقر المؤقت لديوان رئاسة جامعة المهراء بحضور عدد من قيادات السلطة المحلية وعشد المحافظ بن ياسر بالجهود الكبيرة التي تبذلها رئاسة الجامعة في متابعة الجهات المعنية لوضع اللبنة الأولى لتأسيس الجامعة وما تم إنجازه نظم مركز الجند للبحوث والاستشارات الهندسية بالتنسيق مع مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة تعز ندوة علمية بعنوان الصدوع والانزلاقات الصخرية وتأثيرها على المنشآت المدنية الأسباب والحلول برعاية رئيس الجامعة الدكتور محيد دين القباطي وتضمنت الندوة ورقتين عمل لكل من البروفيسور عبدالهاب العوج قسم الجيولوجيا بجامعة تعز والدكتور عبدالكريم القادري من قسم الهندسة المدنية بجامعة الجند ومشاركات المهندس عبدالحكيم الشميري مدير مكتب الأشغال العامة والطرق ناقشوا خلالها أسباب الانزلاقات الصخرية والحلول المقترحة من جانب هندسي دقائقنا الإخبارية انتهت هذا علي عزي يحييكم في رعاية الله اشتركوا في القناة